اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية ما هو الالم اللي بيمتد من اسفل الظهر لغاية الساق اليمين او اليسار اللي بنسميه التهاب الاعصاب القطنية او اللي بنسميه التهاب عصب عرق النسا او اللي بيسموه العصب الوركي او اللي بيسموه الساياتك او اللي بيسموه كل واحد مسميه اسم وكل بلد بتقول عليه اسم وكل شخص مسميه حاجة وكل واحد فاكر ان المرض ده غير المرض ده غير المرض ده الاسم ده غير الاسم ده غير الاسم ده طيب احنا عندنا قادي المنطقة القطنية دي فقرة تمام كلنا عارفينها ودي كمان فقرة ودي كمان فقرة تمام كده هو وفي فوق فقرة المهم عندنا الفقرات المسافة اللي بينهم ما بين الفقرات هي الغضروف تمام طيب المسافة اللي بين الفقرات اللي هي الغضروف الفقرات ممكن يحصل فيها يحصل تزحلح في الفقرات الغضروف ممكن يحصل فيها اللي يبقى فيه في الغضروف اللي هي ما بين الفقرات هكبر لكم المسافة دي الغضروف بيبقى موجود في المسافة دي تمام يحصل فيه انزلاء غضروف ايا كان فيه ايه في الفقرات سواء اي مرض في الفقرات أي مرض في الغضروف لو حيوجع الظهر قلنا في المحاضرة اللي فاتت عندنا المفاصل بتاعت الفقرات يمين وشمال تمام برضو نفس الحكاية أي مشكلة في الفقرات تزحض فقرات دي القناة العصبية أي حاجة أي حاجة أي حاجة نفسها هتبتدي تعمل الالتهاب بتاع الأعصاب اللي نزل على الرجل اللي كل واحد بيسميه حاجة طيب هو العصب بيظهر منين شايفين لو احنا قلنا خلينا ناخد الناحية اليمين كمثال اهو دخلنا عن ناحية اليمين احنا عملنا كده طيب لما احنا عملنا كده يبقى احنا ايه نيجي كده ناحية اليمين القلم اللي هيجي ناحية اليمين هيبقى عامل ازاي عندنا عصب هيخرج من الفتحة دي شايفين الفتحة دي هدخلكوا جوه الكهف ده هو ده الفتح تمام اللي هيخرج منها العصب اللي احنا بنسميه جزور الاعصاب ادي جدر عصب و ادي الفتحة دي كمان اهيه جدر عصب تاني تمام نصغر كل الكلام ده وبعدين عندنا الفتحة دي اهيه هكبرها هو هيخرج منها جدر عصب تمام وبعدين الفتحة دي وبعدين نعمل كده علشان نشوف الفتحة التانية من تحت علشان الايه الضلع ده هيديقنا الضلع ده مديقنا نقوم نشيلهم من الصورة ونبتدي نشوف الفتحة اللي هيخرج من ايه احنا عندنا ادي فتحة خارج منها جدر عصب وفتحة تحتية خارج منها جدر عصب وفتحة تحتية هيخرج منها جدر عصب طيب ورونا بقى احنا جدور الاعصاب دي هتخرج من الفتحات دي جميل هتعمل ايه في الاخر هتتكون مع بعضيها تمام احنا قولنا احنا اخد الناحية اليمين كمثال هتتكون مع بعضيها عشان تديني العصب ده طيب نشوف تاني كده اهو بصوا خرج الفتحة اللي احنا كانت فضية من شوية ايه خرج منها ايه جدر عصب اللي هو ده تمام اهو والفتحة اللي تحتيها خرج منها جدر عصب وريني يا جدع خدج اهو يا السلام ماشي وبعدين الفتحة اللي تحتيها خرج منها جدر عصب اهو تمام لو احنا شلناه الفتحة فاضية هي اه هي فاضية لو حطناه ادي جدر العصب طيب جذور الاعصاب دي هتتلم مع بعض ده بقى يا جماعة اللي هو الغضروف يلمسوا فيدايقوا ماشي يبقى احنا عندنا كل فتحة خرج منها جدر من جدور الاعصاب اتلموا مع بعض شايفين كده حضراتكم شايفين كده حضراتكم اهو الاعصاب دي كلها تشبكت بهذا الشكل ونزلوا تحت كده تان 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 بصوا بقى الباشا الكبيرة هو ده العصب اللي بيدايقكو اللي هو نازل في الرجل اللي انتو حتسموه العصب الوركي او قرق النازم او السياتيك او اي حاجة هيسم تامر وكل واحد متخيل ان عنده مشكلة غير التانية لازم يحكيها بتفاصيلها للدكتور ده اللي ممكن يعمل قلم يعمل تنميل يعمل حرقان يعمل شك شك لما بنيجي نعالج العصب اللي فريج لحضرتك ما بنخشش فيه ما بنخشش في العصب ده لا ده احنا بنبتدي نطلع فوق علشان نعمل جدر العصب نفسه اهو هنلفف كده ونكبر الفتحات ونقول ادي جدر عصب و ادي جدر عصب تمام و ادي جدر عصب ده اللي احنا هندخل عنده هتمنى تكون دي مفهومة تمام و ده اللي بينزل الالم تحت يبقى انت حضرتك لما حتيجي تقول لي يا دكتور الالم في ظهري بينزل على رجلي نحية اليمين يبقى انا عرفت ان انا حعمل لحضرتك حقن جزور الاعصاب ديت وتردد حراري لجزور الاعصاب وتسليك للقناة العصبية الناحية دي لما حضرتك تبتدي تمسك العصاية والنص وتقول لي اي مين بس الشمال شوية طب الشمال شوية ده انا اعمله ولا ما اعملوش تدفع عليه فلوس ولا ما تدفعش عليه فلوس تمام بتقول لي بيقول لي ايه ما انا بقول لك يا دكتور بس يعني يا ابني الشمال بيوجعك يقول لك اه بس اقلم اليمين يعني اقلم اليمين بكتير ولا بحبة صغيرين والله يا اصلهم اللي اتنين بيوجعوني تبقى انت ما انت شفاهم توفر فلوس العيان ازاي وهو المريض عدو نفسه المهم ان القلم اللي بينزل في رجلة حضرتك تنميل شكشكة حرقان كهرباء كل ده هو العصب ده اللي انتو بتسموه اي اسم انتو عايزينه واللي بنعمله حقن جزور الاعصاب وتردد حراري نحية اليمين او حقن جزور الاعصاب وتردد حراري نحية الشمال وبنعمل تسليك للقناة العصبية بالاسطرة بعالج السبب اللي هو التهاب الاعصاب ايا كان السبب اللي قابله تزحزح فقارات بقى دي قناة عصبية ايا كان انا شغال على القلم التهاب الاعصاب ده انت بتفكر عايز تعالج السبب الرئيسي مش هتعرف تعالجه للأسف فاحنا بنعالج السبب ما هو ده السبب التهاب العصب ده هو السبب فده أنا بعالج التهاب الأعصاب اللي هو السبب تمام ولكن ما سببه ليس هو السبب طبعا الموضوع مش مفهوم بالنسبة لبعض الناس اللي مش متابعين لكن هو ده الكلام اللي المفروض أشرحه ونخلي العضلة الكوميثرية بتعمل نفس الأعراب بتاع ده أو ممكن أقولها لكم في المحاضرة دي شايفين العصب بقى بعد ما بيتلمه هو نازل كده لتحت بصوا حنحاول نشوفه تاني مرة تانية بصوا بصوا هو جاي منين ده من تحت خالص هو بصوا فين 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 جاي من الحوض ناشي من الحوض اللي هو ده طيب بنتفاجئ بقى في بعض الأشياء ان احنا عندنا ايه في عضلة هتيجي هنا هو اهي اسمها العضلة الكوميثرية ممكن تعدي عليه تدايقه تمام بس هي مجرد عضلة وهو بيبقى عصب سليم ومفيش غضروف ولا حاجة لكن العضلة نفسها تبتدي شايفين بتتكوم عليه العضلات من ضمنهم العضلة الكوميثرية اللي هتبتدي تعمله الألم ويبتدي هو يتدايق ويعمل نفس الشكل كأن الغضروف مضغوط عليه من فوق هو هو فيقولك أنا عندي عرق النساء ولكن بسبب العضلة الكوميثرية وليس بسبب الانزلاق القضروفي أتمنى يكون الرسالة واضحة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته